بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم دروس في الحج الدرس الواحد والعشرون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين إذا فرغ الحج من أداء مناسك الحج على حسب ما شرعه الله سبحانه وتعالى وانتهت أيام الحج فإنه يطوف للوداع عند السفر ويجعل طواف الوداع آخر أعمال الحج وهو واجب من واجبات الحج قوله صلى الله عليه وسلم أمروا أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض وطواف الوداع واجب من واجبات الحج من تركه فإنه يكون عليه فدية وإن كان قريبا من مكة يرجع ويأتي به أما إذا سافر مسافة طويلة أو صعب عليه الرجوع فإنه يقدم فدية بدلا من طواف الوداع أمروا أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض فالحائض والنفس ليس عليهما وداع أسقطه الله عنهما لأن الحائض لا تطوف بالبيت غير أن لا تطوف بالبيت حتى تطهري فالله أسقط عنهما طواف الوداع وأجاز لهم السفر بدون وداع وأما غير الحائض والنفس فيلزمه طواف الوداع إذا أراد السفر بعد الحج ولا يسافر بدون طواف الوداع لأنه واجب من واجبات الحج لا ينفرن أحد حتى يطوف بالبيت فيطوف بالبيت سبعة أشواط وليس معه سعي وإنما هو طواف فقط ثم يسافر إلى بلده وعليه التزام بتقوى الله وطاعة الله بعد الحج وإذا وصل إلى أهله وبلده أن يكون ملازما لطاعة الله محافظا على دينه ولا يتساهل لأن بعض الجهال يتساهل بعد ما يحج يقول الحج يكفر ما قبله فيترك الأعمال والواجبات والفرائض ويقول لنا حاج يسمى يلقب بالحاج ويظن أنه لا حرج عليه إذا ترك الفرائض والواجبات هذا من الجهل ومن غرور الشيطان فالحاج أولى أن يلتزم في طاعة الله في بقية حياته ولا يفرط في طاعة الله قد يبطل حجه إذا فعل أمر يخرجه من دين الإسلام كترك الصلاة متعمدا الصلاة المفروضة متعمدا إذا تركها فإنه يبطل حجه ويبطل دينه كله لا دين لمن ضيع الصلاة لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة فلا يقول لنا حاج هو يلقب الحاج فلان ولا عليها أن يفعل ما يشاء هذا غرور من الشيطان ومن فعل الجهال فالحاج أولى بالالتزام وأن يتبع الحاج بطاعة الله عز وجل والتمسك بدينه والحاج لا يكفر لا يكفر هذه الأمور العظايم إنما يكفر الصغائر من الذنوب ولا يكفر الكبائر إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم لا بد من اجتناب الكبائر والتكفير إنما هو للصغائر لمن حافظ على الفرائض والواجبات يجب التنبه لهذا الأمر وأن يكون حاله بعد الحج أحسن من حاله قبل الحج وهذه علامة الحج المبرور الحج المبرور أن يكون حال صاحبه بعده أحسن من حاله قبله وأما أن يتبع الحسنات بالسيئات فهذا غرور وباطل وهذا قد يمحو الحسنات ويبطل الحسنات فلا يعتر الإنسان بقول الجهال فلان حج الحاج فلان ولا عليه أن يترك الصلاة ولا عليه أن يفعل المحرمات ويقول هذه مغفورة هذا من الجهل والغرور فعلى المسلم أن يتنبه لهذا والله الموفق والهدي إلى سواء السبيل شكرا